نجد تخطيط بالنادي الأهلي جددت طلبها برحيل أنطوني مودست عن الفريق في شهر يناير اللي جاي ونجد تخطيط شايفة أنه الأهلي لازم يبحث عن مهاجم آخر بدلاً من مودست لكن حتى هذه اللحظة مرسل كرة يا موديل فني للنادي الأهلي يرفض فكرة رحيل مودست عن الفريق ومصمم على استمراره لنهاية الموسم بص في قصة مودست أنا أجيب لك الخلاصة مودست هيكمل مع نادي الأهلي لو طلع نار من بقه في كسر عامل الأندية غير كده الأهلي كان مستعجل يجب مهاجم قبل يناير لو تفتكروا في الصيف عشان عنده بطولة الدولة الأفريقية وخسرها عنده بطولة الصوبة الأفريقية وخسرها عنده بطولة دولة أبطال أفريقيا ودور المجموعات وخمس نقاط ومارسل كرة ما عملتش فيهم أي حاجة فمارسل كرة عفوا أنطوني مودست ما عملتش فيهم أي حاجة فأنت عندك أنطوني مودست لحد هذه اللحظة لم يقدم أي شيء للنادي الأهلي أي شيء لم يقدم أي شيء وبالتالي هو حرفين الفرصة الأخيرة للمودست هي شهر يناير اللي جاي ما ظنش الأهلي هيصبر عليه كنادي حتى لو مارسل كرة وافق أنه يصبر على ده النادي الأهلي مش هيوافق على ده التصور يعني التصوري ومعه كثير من المعلومات يعني بس الأقرب أنه الراجل لازم يطلع نار من بوقف كساة عاملة ده هيعملها إزاي بقى ما عرفش فجأة كده الله أعلم الله أعلم طيب خلال أيام الأخيرة برضو تم عرض على النادي الأهلي عودة أحمد رمضان بيكهم لي الفريق أحمد بيكهم اللي بيلعب مع السيراميكا كيلو باترا وكان على وشك على فكرة انتقال النادي الأهلي الصف الماضي وأيضا محمد مغربي المدافع الآخر اللي بيلعب لي سموه على سبيل الأعارة لكن مارسل كرة حتى هذه اللحظة يرفض ضم اللاعبين هو شايف أنه ممكن يبقى فيه خيارات أفضل في مركز السنتر باك أو المدافع بس الأهلي عرض له بيكهم ومغربي لو أنت حاب حد فيهم يرجع النادي ممكن نعمل ده هو الراجل مش موافع على الاتنين حتى هذه اللحظة دايما أنا بقول حتى هذه اللحظة عشو هكبرتو بقى فاهمني أنا بتكلم حتى هذه اللحظة كل ساعة فيه تغيرات بمعنى إيه؟ بمعنى أن مارسل كرة مثلا حاطت ثلاث لعيبة هو أعايزهم في مركز الدفاع فتاة لعيبة دول الأهلي ما معرفش تعايد معاهم فيقولهم خلاص يدوني بيكهم يدوني مغربي تمام؟ فلما ييجي بيكهم تقول إيه؟ طبعا أنت يا كريم قلت أنه الراجل مش عايزهم هو مش عايزهم مش هما خياراته الأولى بس لو أبقاش فيه غيرهم ممكن يخذوا واحد فيهم ممكن يعني طيب مصدر في النادي الأهلي كمان قال لنا في رقم 10 لنجل التقطير بالنادي الأهلي أوسط برحيل الأرجنتيني كالوس برينجو برينجر المدرب الخاص بتطوير أداء اللاعبين بشكل فردي ده كان جاي مع مارسل كولر وأن اللاجنة شايفة أنه مساعد كولر ما عملش أي دور منذ بداية الموسم وإتقادة راتب ضخمة خطة العشرين ألف دولار في الشهر الواحد لكن كولر برضو متمسك باستمراره حتى نهاية الموسم وبعدها يتم تقييمه مع الفريق خد بالك خد بالك حسابات بتاعت العملة الصعبة دي بقى لأن ده كل نادي يقولك إيه بدأ ما كنت بوزع فلوس كده دولارات على كل الناس والأجهزة والمساعدين ده كل واحد بيقول إيه اللي محتاجه قوي هو اللي هسيبه فكله بقى يفكر مش الأهلي بس كله باي فاقب بالطريقة ديانجي